اهلا ومرحبا بكم عزيزي المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي في قضية ما يسمونه الانسداد السياسي جرت محاولات كثيرة مثل ما يقولون او يقول اصحاب العملية السياسية لحل هذه المسألة وفتح هذا الانسداد ومن ضمن هذه المحاولات دعا مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة الحالية الاجتماع للقيادات السياسية وكان ما يسمى برئيس الجمهورية ايضا حاضر اللي يخرجوا بحلول لهذا الانسداد وفي هذا الاجتماع اللي جرق قبل نحو يعني في الاسبوع الماضي تحدث ما يسمى برئيس الجمهورية عن الحل السحري حقيقة لانهاء هذا الانسداد السياسي وقال الكلام يعني هو يراه هكذا الحل السحري ويمكن ان يمر مرور الكرام على الناس ويعني يقبلونه قال بالنص وسأقرأ عليكم ما قال هي الجملة المهمة التي قالها قال هذا الانسداد السياسي يمكن التخلص من عنده بسرعة وقال الكلمة الجملة هذه قال بالنص احترام ارادة المواطنين هي اساس الخروج من الازمة السياسية وتجاوز الانسداد الله اكبر احترام ارادة المواطنين هي اساس الخروج من الازمة السياسية وتجاوز الانسداد طيب من عشرين سنة لحد الان متى احترمتم ارادة المواطنين يعني اولا خلي قلونا هيج يعني المواطن عندما يسمع هذا الكلام رح يسأل نفسه هم متؤ هؤلاء الذين يحكمون العراق والعملية السياسية منذ عشرين سنة لحد الان منذ الاحتلال عام 2003 لحد الان احترموا ارادة المواطنين يعني متى كانت ارادة المواطن عندهم محترمة اي واحد ثاني هل يعني هل يحترمون ارادة المواطن وهم يمجدون بعملية سياسية خرج الشعب ضدها مملوء بالفساد مدخلاتها ومخرجاتها فساد وخراب وطائفية وتوزيعات طائفية وعرقية هل هذا احترام لسيادة المواطن ثلاثة هل هناك احترام لسيادة لرأي المواطن ويرادة المواطن عندما يسمحون ليران ان تتغول في العراق بهذه الطريقة ويقدمون مصالح ايران على مصالح البلد هل فيه احترام ليرادة المواطن العراقي ثلاثة اربعة ربما هل احترموا ارادة المواطن العراقي عندما خرج في تظاهرات يعني من عام 2003 لحد الان هو يخرج بالتظاهرات واخرها ثورة التشرين اللي يخرج بيها هل احترموا ايرادة المواطن عندما قتلوا طربوا بالرصاص واعتقلوا وقتلوا الف شاب من اجمل شباب العراق وجرحوا 30 الف واعتقلوا وطاردوا وما زالوا يطاردون وقالوا ان طرف ثالث وما عرف منه وقال ناس وقوى امنية وما تعرف منه هل احترموا ايرادة المواطن ما هم ما يكتمون بالدستور احترام ايرادة المواطن بس هذا الدستور ما لاتهم خرقة بالية هذا الدستور الكسيح هذا يخليه حتى يمثلون بيعلينا وحتى يعني يستخدموا بالوقات الحرجة لتبرير افعالهم على اساس دستورية فهل احترموا ايرادة المواطن يعني هل احترمتوا ايرادة المواطن عندما اجريت ما يسمى بالانتخابات المبكرة في شهر تشترين الاول اكتوبر الماضي من عام 2021 ولم يشارك بها اكثر من 85 بالمية من العراقين الذين يحق لهم المشاركة في هذه الانتخابات اللي احترمتوا ايرادة المواطنين اللي اشتركوا لا يتجاوزون من 13 الى 12 بالمية ومع ذلك كذبتوا على المواطنين وقلتوا 40 بالمية شاركوا ومن ذول الى 13 بالمية الجزء الاكبر اللي يفاز بيئه باكثر المقاعدة 73 مقاعدة المتارسة اللي انسحبوا اذا من بقى يمثل هذه الى 13 بالمية لا يزدون عن 6 بالمية من جميع انحاء العراق هم الذين يحكمون العراق ويسمون نفسهم بطار تنسيقي ومعرف منه ويحكمون ويتحدثون باسم المواطن والمواطن منهم براء براء من عيدهم وما دخل الانتخابات هل احترمتم ايرادة المواطنين وقلتم في وقتها ان المواطن لم يشارك في الانتخابات ولا تعتبر هذه الانتخابات حقيقية لكن جبتوا بيان للسفارة الامريكية والسفارة البريطانية والاتحاد الاوروبي ويؤيدون هذه الانتخابات ويعتبروها نزيهة هذا الكلام المعيب الذي يضحكون بيعلى انفسهم وقلتوا خلاص وسويتوا مجلس نواب ومن يوم هل احترمتم ايرادة المواطنين هل احترمتم ايرادة المواطنين هل احترمتم ايرادة المواطنين عندما في عام 2003 سميتهم جيش الاحتلال جيش التحرير هل احترم ايرادة المواطنين عندما يعني جزء كبير من العراقين منعوا بفتاوى وغيرها وكلام من المشاركة في مقاومة الاحتلال الاحتلال بلدهم هل هذا في احترام للمواطنين هل احترمتم المواطنين والفساد يغزو كل كل مفاصل الحياة في العراق هل احترمتم ايرادة المواطنين هل احترمتم ايرادة المواطنين عندما تعليم وصل الى هذا المستوى المتدني وهو خارج كل القوائم سواء التعليم الابتدائي والتعليم العالي هل احترمتم ايرادة المواطن ما هو ايرادة المواطن هذه مو علاقة يعني مو شماعة تعلقون فيها كل كل كلامكم هذا يجب ان ناخذ على عواهنة يقول لنا ما يسمى برئيس الجمهورية هذا الانسداد احترام ايرادة المواطنين هي اساس الخروج من الازمة السياسية وتجاوز الانسداد ايرادة المواطن لا تريدكم هذا واقع الحال ولو كان تحترمون ايرادة المواطن ما كنت قاعدين على الكراسي لكانك هناك رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء ولا الوزراء ولا العملية السياسية لان اللي طلعوا بتشرين وطلعوا قبرهم يريدون سقاط العملية السياسية وحرقوا مقارات الاحزاب كلها هذه الاحزاب الفاسدة هذه الاحزاب اللي اثرت من عام 2003 جاءوا حفات والان يمتلكون المليارات يمتلكون الارصدة يعني ولم تسألوه من اين لكم هذا هل هذا فيه احترام ليرادة المواطنين عندما زاد الفقر في العراق و 12 مليون اكثر 13 مليون عراق يأكلون من المزابل تحت خط الفقر هل فيه احترام ليرادة المواطنين والعراق واحد من اقنى البلدان في العالم وثاني وثالث بلد يصدر النفط واردات النفطية شهريا باعتراف وزارة النفط تقول اكثر من 12 مليار حوالي 12 مليار دولار شهريا تجي وبي 12 مليون عراقي 13 مليون عراقي تحت خط الفقر هل احترمتم ارادة العراقيين وفيه من البطالة 15 مليون عراقي عاطلين عن العمل ارادة المواطن ليست لعبه والحديث في هذا الموضوع بهذا الشكل هو ضحك على انفسكم لا ضحك على المواطن وقت هذا الحلقة قد انتهى اعزائي المشاهدين اترككم بخير والتفكيكم في حلقة اخرى الى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم موسيقى اشتركوا في القناة